شن طيران التحالف العربي اليوم غارات جوية على مواقع ومخازن للسلاح يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء وصعدة وإب في المقابل قتل ثلاثة مدنيين وجرح 14 آخرون جراء سقوط قذيفة عشوائية أطلقتها ميليشيا المخلوعة صالح والحوثي على حي المسبح وسط مدينة تعز التفاصيل مع مرسلنا أحمد البكاري من تعز عادت المواجهة من جديد في محافظة الجوف شمال اليمن بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي والمخلوع صالح عند منطقة الغيل عقب هجوم شنه المتمردون على مواقع المقاومة في محاولة استعادة المناطق التي فقدتها على يد الجيش الوطني قبل أيام وبدوره شن طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية غارات مكثفة على مواقع المتمردين قرب مدينة حرض اليمنية أثناء محاولتهم خرق الحرم الحدودي بين السعودية واليمن نحن بعون الله وبقوته تأييده وصمود الشباب وإصرارهم ليس على تحرير تعز فحسب إنما تحرير اليمن من شرقها إلى غربها ومن أقصاها إلى أدناها واستمرون وصامدون مهما كانت التضحيات ومهما كانت الأثمان سنصمد في وجه هذا المحتل الباغي الذي دمر كل شيء جميل في هذا الوطن وفي صنعاء شنت قوات التحالف سلسلة غارات على معسكر النهدين في محيط دار الرئاسة ومخزن للسلاح ومنص للصواريخ في منطقة بني مطر غرب صنعاء بالإضافة لمواقع عسكرية في محافظة صعدة معقل الحوتيين ومعسكر الحمزة الشرق مدينة إب أنهم يحاولون التسلل دائما وتكرارا ونحن نقوم بردعهم بقوة وإن شاء الله سوف نقوم بردعهم وسوف نبيدهم إن شاء الله من تعز في المقابل تعرض تحيات تعز لقصف عشوائي من قبل الميليشيات أدى إلى مقتل ثلاث مدنيين وإصابة خمس آخرين بجروح بإسناد غارات للتحالف العربي على مواقع ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح تواصل المقابة والجيش الوطني التقدم لتحرير صنعاء من قبضة المتمردين أحمد البكاري لقناة الشارقة تعز